ثروات العراق توضع على طاولة المفاوضات وتزج في سوق المزايدات والابتزاز السياسي بعد أن وصل الصراع على المغانم إلى مرحلة خطيرة ففي أحدث تصعيد بين بغداد وأربيل طالبت وزارة النفط شركات النفط والغاز العاملة في كردستان العراق بتوقيع عقود جديدة مع شركة سومو المملوكة للحكومة بعيدا عن حكومة أربيل مجلس القضاء في كردستان العراق أعاد التذكير بأن أحكام قانون النفط والغاز لعام 2007 المصادق عليه من برلمان أربيل صحيح ولا خلاف عليه ولعل لذلك شاهد من كلام جلال طالباني الذي أكد فيه أن القانون صدر بالاتفاق مع نور المالك أنذاك دستورية وفق المادة فقرب من المادة 112 من الدستور العراقي وقانونية وفق الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة إقليم كردستان مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الأخ المالكي العودة إلى ملف الغاز والنفط في هذا التوقيت لا يخلو من مناكفة سياسية وابتزاز للأحزاب في أربيل بسبب مواقف المتباينة مع الإطار التنسيقي الذي يسعى إلى تفتيت التحالف الثلاثي ووجد في ورقة النفط والغاز ضغطا باتجاه إمكانية كسب ود وتعهدات تضمن له المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة اليد الإيرانية أيضا بحسب مراقبين لها دور في الضغط على أربيل حيث قصفها الحرس الثوري في وقت سابق في محاولة لإجهاض أي محاولة لأربيل في تصدير الغاز لتركيا وأوروبا وهو أمر يهدد ورقة تستخدمها طهران في مفاوضاتها النووية بحسب وكالة رويترز وبين هذا السبب وذاك يتضح جليا مدى استهانة القوى الحاكمة في العراق بأحقية الشعب بثروات البلاد والتعامل معها كصفقات تطرح في سوق المقايضات السياسية